السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم كل اخواتي يا حبيبي وكل محبين وصفات رهيبة مع رشع. اخباركم ايه امرات يا رب تكونوا خير دايما وبصحة وسعادة وهنا. طبعا احنا خلاص في رمضان وطبعا رمضان يعني محاشي يعني مشروبات يعني حلويات يعني انهار تخن. واللي يقول غير كده يبقى غلطة. كلنا بنطلع من رمضان ما شاء الله حاجة كده كلبوزة نيجي على العيد حاجة كلبوزة اكتر بالكلبوزة الاولانية. طيب دلوقتي انا عشان اختار مشروب تخسيس لازم بيكون اهم حاجة من وجهة نظري ان يكون طعمه حلو. يا فرحتي ان انا اقول لكم وبيعمل 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 وطعمه ممرر او طعمه مش لطيف قريدي انت مش هتخذيه. لأ فلازم يكون مشروب التخسيس اول حاجة ان انا بختاره عليها يكون طعمه كويس. فاللي انا هتكلم عنه النهاردة طعمه حلو جدا فما فيش مشكلة. تاني حاجة عشان اختار عليها المشروب بتاع التخسيس اللي هيخسسني انه هو يا نور عيني يكون مش مضر لي. يعني مثلا زي مرتلك قبل كده اغلب حاجات التخسيس يقولك واللي عنده قلب لأ او اللي عنده سكر لأ او اللي عنده ضغط لأ بالعكس. اللي انا هتكلم عنه النهاردة ده حلو للقلب وحلو للسكر وحلو للضغط وحاجة كده امر. فوايد مزهلة مش مجرد ان انا بس بتكلم فرقن التخسيس او ان انا عاوز اخس والناحية التانية هيبوز لي حاجة زي المعروفة عن حاجات التخسيس لا ده بالعكس ده هيخسسني وحلو جدا كومبيلت فيتامينات كده هنشوفها دلوقتي. قبل ما ابدأ في الفيديو اخواتي اللي اول مرة يشوفوني النهاردة في ملف كامل على القناة اسمه ملف التخسيس. ملف ده فيه كل الوصفات مشروبات حلوة للتخسيس وحاجات كده ده هم موضع للناس مسلا لو واحدة بتردع او حاجة ده هم موضع للتخسيس. وهي اسماء ادوية من الصيدلية رخيصة جدا شريط بتلاتة جنيه وشريط بخمسة جنيه وشريط بربعة جنيه. حاجات كده للتخسيس رخيصة او في الصيدليات. لو انت عاوزة ملف التخسيس ده يلا بسرعة اكتبيلي تحت في التعليقات تبعتيني يا راشا ملف التخسيس. حطوا بقى لايقات بالله عليكم واكتبيلي رقم اللايك في التعليقات ويلا نتكلم عن العشبة اللي معنا النهاردة. وعاوزين نقول ايه يا فوائدها ونقودها امتى? والكلام ده كله. هنتكلم بقى العشبة اللي معنا النهاردة الحشبة النهاردة حبيبة قلبي حاجة كده زي منجم بورتينات وفيتامينات ومعادم ومضادات اكسادة. طبعا مضادات اكسادة يعني حاجة كده امر يعني حاجة بتقوي مناعة يعني حاجة كده منجم كولاجين يعني حاجة بتحمينا اللهم احفظنا يا رب من مرضى السرطان يعني حاجة لما قولك على حاجة مضادات اكسادة يعني حاجة منتهى الامر بتقضي على الشوارد الحرة فبالتالي حاجة مفيدة جدا. وخصوصا ان احنا في الصيام فاللي هي مش الحاجة اللي انا هقضها هتهبطني او هتدوقني لأ ده انا حاجة بقولك كلها فيتامينات كلها معادن كلها مضادات اكسد فطبعا حلوة اوي اوي اوي. تاني حاجة ان هي حلوة جدا للناس اللي عندها امسك. والناس اللي عندها لتهف المعدة. والناس اللي عندها لتهف القولون. برضو في حاجات بتاع التخصيص اجا هقضها قولك لا ده هتتعب لي معدتي ده. مسلا سي مسلا. كلنا عارفين ان الطوم امر جدا للتخصيص. تمام? بس مسلا الناس تقولك لأ ما طبعا انا مش هنفع ان انا هاخده عشان عندي التهاب في معدتي او هيعمل لي هيبوزني القولون. صح كده? لأ ده بقى من الحاجات الحلوة جدا اللي هي بتعالج الامساك وبتعالج التهاب المعدة وبتعالج التهاب القولون لانه بيحتوي على مجموعة فيتامينات به. حلو جدا ان هو زي مولتريك بيساعد على الهضم. وكمان بيحتوي على فيتامين جيم وبيحتوي على فيتامين هي. فبالتالي بيعمل على تقوية الاحصاد. فحلو جدا ان هو بيكوه معانا الاحصاد. تمام? فبرضو دي لطيفة جدا. حلو قوي ان هو بيخسر. في التخصيص بيعمل ايه? بيلعب على ثلاث حاجات يا نور عيني. اول حاجة ان هو بيزود من حساسية الجسم للانسولين وبيعمل على موازنة الهرمونات. بيعمل على حرق الدهون يعني بيزود الحرق جدا جدا. فبالتالي بيخسسك رقم محترم. برضو بيوازن مستوى السكر في الدم. عشان كده برضو في النقطة دي حب ان انا اروح لمرضى السكر. الناس اللي عندها سكر عليكي وعلى المشروب اللي احنا هنتكلم عنه النهاردة. لانه هو بيوازن من نسبة السكر في الدم. فالناس اللي سكرها عالي عليكي وعلى مشروب ده. حلو قوي للسيدات وخصوصا في سن اليأس اللي هتقولك ده انا حس ان فيه زي ارق ده انا حس ان فيه تعب انا حس ان فيه اه مش عارف فنام الكلام دوت فحضرتك عليكي وعلى المشروب ده بيهدي الاحصاب وحاجة كده امر. حلو جدا برضو للرجال اللي عرضو للرجال انه بيزود القدرة الجنسية وبيعالج ضعف الانتصاب. طب ايه هو يا راشا مشروب دوت ونرجع نكمل برضو الفوائد بتاعته. المشروب ده يا نور عيمي هو الامر اللي انت شايفه قدامك ده. ايه ده يا راشا ده اللي احنا بنسميه يا غالية اكسير الحياة. اللي هو زي باكسوجين الحياة. اظن انتو عرفتوه ايه هو اللي بيطلق عليه اكسوجين الحياة. اللي هو يعني عارف عارفة لامقولك على حاجة اكسوجين الحياة خلاص مش 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 محتاجة مني شرح اللي يعني ما نقدرش نعيش من غيرها بمعنى اصح. الا وهو شاي المورينجا. شاي المورينجا محتقد فيه محتقدات كده عند ناس كتير ان هو لأ غالي جدا اه تحفه على راسنا بس غالي. مش غالي والله يا بنتي. والدليل ان ده كان كيس كبير. عشان عملت منه وصفات قبل كده. تمام? عايز اقول لك اني بخمستاشر جنيه. يعني هو حتى ايه? اه الخمسين جرام منه. تمام? بخمستاشر جنيه. ملكيش ضعب السعر اللي هو كيلو تلتمية وكده كده ده ورق فما بيوزنش. تمام? فهو بخمستاشر جنيه الكمية دي وكان عليها شوية كمان حلوين. يعني لهم بمقدار خمسين جرام. تمام? فلما جيت دول بخمستاشر جنيه مسلا او حبة كمان عليهم. لا اشطى جدا ده يكافوني شهر وزيادة. فهمت عليها? هيلزلك خلال الشهر ده. لا رقم محترق. لان للأسف الناس عندها محتقدات. ان المورنجة مش محتقدات. يعني المورنجة غالية وحنا عارفين بس مش الغالية واوة لدرجة ان انا مجيبهاش. مانا براها هشتري باكم الشاي العادي لعروسة ولا اي نوع شاي عادي برقم. فاهماني? فده حاجة لا مغزية وحاجة فيتامينات وحاجة بيتخسس حاجة بتزبط سكر حاجة بتزبط قولون حاجة كزا كزا. وفي نفس الوقت سعرها مش غالي. تمام? زي ما قلتلك لو انا جبت خمسين جرام رحت لأي عطار قلتول انا عاوزة خمسين جرام. هتتكلمي بفرنج وخمستاشر جنيه حلو جدا. وهيديك كمية كفيك شهر. فدي بس المعلومة للناس اللي هي ممكن تفتكر ان هو غالي. هكمل بقية الفويت بتاحته. وارجع لك اقول لك لاستخدمه ازاي? وناخده امتى? تمام? وارجع اقول لك هنستخدمه ازاي? وناخده امتى? برضو من ضمن الحاجات اللي هو حلو جدا فيها ان بيخفض الضغط المرتفع. الناس اللي عندها ضغطها عالي. وتيجي برضو بتخفض حاجات للتخصيص عشان خطر بتعلق الضغط اكتر? لا. ده ده يا غالية اصلا بيوط معنا الضغط. حلو جدا يا قلب ان هو بيحفز معنا على صحة القلب. بيقلل معنا من الكولسترول الدور. فطبعا ده تحفة جدا زي وقلت لك في بداية الفيديو ان هو بيفيه مضادات اكسادة. فبالتالي حلو جدا ان هو بيخلصنا من الناس اللي عندها حصوات الكلة. عليكي وعلى المشروب اللي معانا دوت. بيحمل كبد من التلف. حاجات كتير جدا بيعالج الربه لان هو بيحسن الشعب الهوائية وبيحسن من وظائف الرئة. بيعالج فاكر الدم لان في قصائص معينة بتساعد على امتصاص الحديد بجد حاجة كنبلة. يعني انا الحمد ولله ولله الحمد اللي بيميزني ان انا لما اتكلم عن اي منتج او حاجة للتخسيس. مش مجرد ان هي اه ده بيخسس يلا هتقول. ده بيخسس وكمبلة فيتامينات. ده بيخسس وان انا لو خدته اصلا في الصيام هيزبط للك ويزبط للكبد ويزبط للقلب ويزبط للضغط ويزبط للسكر. يعني انت شايفت جمال اللي احنا بنتكلم فيه? مش مجرد ان انا بقول حاجة للتخسيس بقى لان الحاجة باخدها عارفة اللي بيعمل ترميم لاجهزة بتاع الجسمي من اول وجديد فهو فحلا حرفيا. واظن كنا اتكلمنا قبل كده عن حاجات تانية للتخسيس وانت لو متابعاني في ملف التخسيس هتلينا ان احنا بنقول على حاجات امر حرفيا للتخسيس. تمام تمام. بعمله ازاي راشا المشروب دوت او هشربه امتى? وخصوصا ان احنا بقى في رمضان والكلام دوت. اول حاجة حبيبة قلبي هو زي قلتلك مش حل ومش وحش. تمام? يعني مش من المشروبات اللي ممرارة قوي فهتضيقني لأ مش هحبه مفيش مشكلة. لو انت من نوع الانف بزيادة فيه الناس معنا مع المجرة لها انفة كده بزيادة ممكن تجيب شوية من ورق النعناع وتحطيهم جنبه تمام? وتغليهم او تعمليه نفس طريقة عمل الشاي او نفس طريقة عمل النعناع ان انا بغلي مية وبحط معلقة فغيرة من دوت وبغطي عليه. بعد كده بصف فيه وبشربه. اللي هو طريقة الشاي الكشري كده عندنا في مصر. بص بقى يا قلبي طريقة الاستخدام عبارة عن ايه? بفتح الكيس كده. تمام? كل اللي انا عاوزها منه. بص هو من جوه بيبقى شكله عامل كده. تمام? شبه النعناع الجاف كده. تمام? هاخد منه معلقة صغيرة. بالمنظر ده كده كبيرة كده هوت معلقة صغيرة ما اللي انا على اخرها يا رمية. تمام? هاخدها بقى اشطفها المعلقة دية. تمام? شطفة سريعة. ونجيب مية سخنة ونكمل الوصفة بتاعتنا. بس اخدها شطفة كده سريعة وارجع لكم ده. وارجحت لكم تاني يا حباب قلبي. زي ما انت شايف يا قلبي كده حطته في المصفة شطفته شطفة سريعة. مش هتعودي مية سنة تخسلي فيه. لا في المصفة بس كده. شطفة سريعة. وبعد كده هتحطيه هنا. وتنزلي عليه بقى بشوية من المية المغلية. تمام كده يا قلبي اهو. بص بقى كده يا قلبي هتتجيله تقليبة سريعة كده بالمنظر دوت. تمام? وبعد كده بقى هنشيل المعلقة وهنغطي عليه. طبعا بقى كل ما هتغطي او كل ما هتسيبيه هتحس ان لونه عمل معاك كده زي لون النعناع. فطبعا سبيه كده لمدة دقيقة دقتين. وبعد كده صفيه وبعد كده هتشربه. زي ما انت شايفة كده كل ما بنسيبه كل ما لونه بيبدأ يعني يغمق معنا. فطبعا هنغطي عليها حرزيوته المتطيرة. ولما يغمق خالص هصف فيه واشربه. طيب باشربه امتى يا راشا? المشروف ده بنشربه امتى? حضرتك بقى بما ان احنا في الصيام. فمش عارف ان انا اشربه يعني مسلا دلوقتي انا مش هنفع ان انا نعمله عشان احنا عبلي من المغرب. وما لعملو امتى? حضرتك هتغطيه مسلا الساعة واحدة بالليل كوباية او الساعة نشرب الليل هتغضي منه كوباية. بعد كده لما يخلص بقى رمضان كل سنة وانتو طيبين فحضرتك بتغضيه مرة في اليوم قبل وجبة الغداء بنص ساعة يسد معاك النفس ويعلي الحرق وزي ما احنا اتكلمنا. زي ما قلت لك عايزة تغضيه كده على وضعه مع علاقة صغيرة مع كوباية مية وغطي عليه وصفيه واشربه اوكي. عاوزة تحط عليه شوية من النعناع بحيس طعم ويهرب يبقى طعم النعناع لان طبعا ما فيش حد على المجرى ما بيحبش النعناع. تحط شوية من ده على شوية نعناع وتشربه مع النعناع برضو ما فيش مشكلة. ده ينفع وده ينفع. زي ما قلت لك رخيص يعني اللي هو ايه اه كنت طلب لكده يعني بكلم حد عن مصنجر حد يعني اللي بيسألني على حاجة للتخسيص. فبقوله بقوله يا جماعة شاية المورينجة طحفة وكده فبتقول لي يا راشا بس غالي موت. لا مش غالي يعني اهو انت هتروح لعاكتور هتقول له اهو عاوزة ورق المورينجة. تمام? اه زي ما قلت لك بخمستاشر جنيه خمسين جرام اشطة قوي. انا مش عايزة منك الا خمسين جرام. لا خمسين جرام هيسوه معاك الهويل بمعنى اصح. اللي هو لا هي هيخسسك ويخسسك رجم محترم كمان. اه جربيه هيعجبك قوي. مش هيكلفك حاجة. اه لو انت عايزة وصفات تانية او عايزة مشروبات تانية لو انت مش عارفة توصلي له. لو عايزة مشروبات تانية اكتبيه لابعت لك ملف التخصيص. ما تنسيش اللايك ورقم اللايك في التعليقات يا امر وما تنسيش ان في ملف معنا على القناة اسمه ملف تنظيفات العيد. في كل وصفات تنظيف السجاد النجف الرخام البتجاز الصراميك الستاير كل اللي نفسك فيها هتلاقيه في ملف تنظيفات البيت ده. لو انت عاوزك تبيلي تحت في التعليقات ابعتولك. جرب بها هتعجبك جدا. نختم الفيديو بالصلاة على نبي محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.